السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا دابا في الليالي 41 يوم ديال البرد القارس وديالك يكون فيها الأمطار المهم ديال الليالي تبدأ تقريبا 25 دو جنبير وكتنتهي في 2 فبراير الناس تلبس مثلا أنا هنا لابس هذا الجيل باب الصوفي هذا الجيل باب صوفي أنا لابس لابس باش نسخن ولا كنرد البال وشد الليباس ويسخنك هنتفهم على هذا القادية إنسان خاصه يأكل هذه الماكلة تأتي طاقة وتأتي جسمه حرارة والحرارة للإنسان الجسم دياله بصف عامة تقريبا 37 دراجة بعض الأعضاء تزيد وبعض الأعضاء تنقص فالإنسان من اللي يلبس أنا للبست راني يحبس غير ذلك الحرارة لي لا تخرج الليباس يحبسه وكتقعده وكتسخن مع رأساتي ليس الليباس سيصخني الليباس سيصخني لك تلابسه بمثلا لون دياله أسواد وكانت شمس هذه الساعة الأسواد يمتص الحرارة ويعطيني حرارة هذا اللي بغين تفهموا عليه أما الجسم دياله هو يعطي حرارة ولديك أول حاجة إنسان يأكل ماكلة صحية لتسخنه رأى الجسم دياله 37 دراجة كيتميز بها إلا جمعناها في 24 ساعة رأى تكفي لغلي 17 لترا من الماء فالإنسان ما ترى أن كان البرد القارس ولبس هو جوعان أو كذا رأى ما غاديش يسخن فالخاصة حرارة باطنية لك تخرج هذه الليباسة كحاجز إن لمشينا لأن شي مكان بارد من خافد الحرارة الليباس يحبس ذاك البرودة تدخل عدنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته